تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات بنقطة في صدرة الجدول نتعرف على التفاصيل رفقة زميل فؤاد الحنوي منافسة البطولة الاحترافية بلغت برعطفا هاما وحسما سواء على مستوى أسفل أو قمة الترتيب واليوم تبلغ المنافسة على اللقب الشدهة من خلال لقائين يهمان المقدمة حيث الجيش الملكي المتصدر يواجه في لقاء محلي في درب العاصمة الرباط الفتح الرباطي في بواجهة تبدو مصيرية للفريق العسكري والذي يرغب في ضرب العديد من العصافير بحجر واحد من خلال انتزاعه لنقاط الفوز ثلاثة الفريق العسكري يسعى لوضح حد لسلسلة نتائج السلبية التي تجسدت الإقصاء من منافسة كأس الكاف وكذا رد الدين لفريق الفتح الذي كان قد أقصاه من منافسة كأس العرش الوداد يستطف بميدانه المغرب التواني الذي سيكون خصما عنيدا وشارسا خصوصا وأنه لم يضمن بعد حسابيا بقاءه في القسم الممتاز وذلك الذي يخود لقاء اليوم في ظل بعض الغيابات المحورية خصوصا العميد يحيي جبران ولعب خط الوسط عبدالله حيمود غيابة قد تؤثر على أداء الفريق الأحمر أمام المغرب التواني هذا العرض الكروي المثير ينطلق بشكل متزامن على الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي أعلن الاتحاد الافريقي للكرة القدم عن قائمة الحكام التي ستقود نهائيات كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة والتي يحتضنها المغرب بين 24 يونيو والثامن من يوليوز وذكرت الجمعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته أن قائمة الحكام التي أعلن عنها الكاف تشمل أربعة حكام المغاربة تعلق الأمر بجلال بكل من جلال جيد حمزة نصيري عبدالسامد أبرتون وعادل زرق في تونسي اقترب حارس المنتخبة التونسية الأول وندي سفقسي أيمان دحمان من التوقيع لندي الحزم السعودي بعد توصل الفريق الممارس في الدور السعودية الممتازر اتفاق مع وكيل اللعب الذي ينتهي عقده نهاية الشهر يونيو المقبل وكان دحمان تألق بشكل اللفت في كأس العالم الأخيرة رفقة نصور قرطاج ما جعله محتى اهتمام أندية كثيرة نواصل مستمعين الكرام بأخبار كرة القدم الأوروبية تعقدت تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الأرجنطيني موريسيو بوشيتينو الأثنين بحثا عن نهضة سريعة من كبواته المتلاحقة ووفق بوشيتينو على عقد لمدة عامين مع خيار تجديد لعام إضافي ليعود من جديد للدور الإنجليزي الممتاز بعد أربع سنوات من تاريخ إقالته من فريق لندن آخر هو توتنهام وعشت تشيلسي موسما كارثيا هو الأول تحت إشراف الملاك الجدود لإحتل المركز الثاني عشر في البريمير ليك بفارق 45 نقطة كاملة عن صاحبي اللقب مانشستر سيتي في ألمانيا فاز الإنجليزي جود بيلينجهام لعب بروس دورتموند بجائزة الموسم في ألمانيا رغم خسارة فريقه لللقب في الجولة الأخيرة لصالح بان ميونيخ وأنا بيلينجهام الموسم بثمانية أهداف كما سنع أربعة أهداف أخرى ومن المرتقب أن ينتقل النجم الإنجليزي إلى ريال مادريد الإسباني هذا الصيف بعد اتفاق الفريقين على صفقة قد تصل إلى مائة مليون يورو وفي إيطاليا كدلو تشينو سباليتي الاثنين أنه سيغادر نصبه كمدرب لنابولي في نهاية هذا الموسم بعد قيادة الفريق إلى لقبه الأول في الكالتشو منذ أكثر من ثلاثة عقود وقال سباليتي إنه سيأخذ وقتا من أجل الراحة ولن يدرب فورا على الرغم من بعض الشائعات التي تربطه بإمكانية تدريب ريال مادريد في حال تأكد رحيل الإيطالي الآخر كارلو أنشيلولتسي لتدريب منتخب البرازيل نفتح صفحة بقي الرياضات الإثارة مستمرة في نهائي المنطقة الشرقية بين بوستن سيلتيكس وميامي هيت لحساب الرابط المحترف الأمريكي أم بي آي بعد نجاح السيلتيكس في العودة من تأخرين في أول ثلاث مباريات من السلسلة الفوز بفضل سلة ديريك وايت في آخر أنفاس المباراة المادية جرى الفريقين إلى المباراة السابعة التي تجرى فجر الثلاثة بسلة تيدي جاردن في بوستن ونختم بالحديث عن كرة المدراب وبطولة رلونغاروس الفرنسية خطوة أولى ناجحة من السربينوفاك جوكوفيتش والإسباني كارلوس الكاراس الإسباني المرشح الأول للتتويج في فرنسا تجاوز الإيطالي فلافيو كوبولي بعد الفوز عليه بثلاث مجموعات نظيفة بينما تغلب السربي على الأمريكي أليكساندر كوفازيفيتش وفي أبرز نتائج اليوم سجل الإيطالي فابيو فونيني أول فوز على أحد اللاعبين المصنفين في المراكز العشر الأولى لأول مرة في مساره بعد تغلبه على الكنديف فليكس إلياسيم بثلاث مجموعات دونات بهذا مستمعين الكرام نصل لنهائة هذا العدد من مساء رياضة